مصر مستمرة في كل الاتصالات الكسيفة ذهابا إيابا واستقبالا زي ما كان الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الماليزي للتباحث حول الأعضاء الراهنة الأحوال الراهنة زي ما الرئيس كان موجود بطبيعة الحال باعتباره الداعي لقمة القاهرة للسلام زي ما استقبل عشرات المكالمات من زعماء العالم واستقبل عشرات أيضا من زعماء العالم قبيل القمة مباشرة لا يزال الرئيس حتى هذه اللحظة عمليا أنا بقول لك هو من الآخر لا يقبل أي شك وتأويل مع حفظ كل الألقاب والإحترام والمحبة السيسي هو بطل الموقف هو بطل الموقف بلا أي منازع أو شريك حتى وإن رفض تواضعه الجم هذا التوصيف بس ده الواقع الواقع اللي احنا بس شايفينه في مصر يا عم ده العالم شايف كده العالم علشان يجد حلول ما أو مخارج ما يرفع سماعة التليفون أو يأتي بالطائرة لمقابلة الرئيس السيسي النهاردة على سبيل المثال وفد من الحزب الديمقراطي وفد من الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ جايين النهاردة للريس علشان كده الرئيس هو بيكلم معهم زي ما حضرتك شايف وخريطة مصر العظيمة في خلفياته الرئيس أكد الأهمية اللي بتوليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات القونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور ما بين البلدين باعتبرنا صديقين إذا مختلف القضايا طبعا ده انطلاقا من إن إحنا ما بلنا شراكة استراتيجية متينة بقالها عقود مصر والولايات المتحدة القاهرة واشنطن وعلاقة شراكة جنبا إلى جنب طيب الوافد الأمريكي اتكلموا على إنه أيواء وإحنا أيضا نرى أن هناك أولوية كبيرة توليها الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقات الاستراتيجية مع مصر وبيقولوا يا جماعة إحنا نثمن جدا هذا المستوى المتميز من العلاقات والتعاون المشترك ما بين البلدين أشاروا إلى أن مصر هي الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي هم اللي قالوا كده لأنهم عارفين كده وعندهم ثقة في كده وعندهم كل اليقين بكده اللقاء كان عبارة عن حوارا عميقا جدا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهة نظر فخامة الرئيس وتقييماته بشأن القضية اللي احنا بنتكلم عليها سواء إذا كانت كل القضايا احنا بنتكلم على كل القضايا اكيد اتكلموا على أوكرانيا اكيد اتكلموا بطبيعة الحال على ما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية أما الجانب الأمريكي فقال هو كمان رؤيته بطبيعة الحال في الموضوع ده وتم التوافق على إنه الموقف شديد الخطورة وإنه لازم نشتغل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري تاني إن اتسع الصراع هيكل الأخضر واليابس لا ده مش من المغرب لحد العراق مسألة أبعد من كده كتير ده من المغرب لحد العراق بشبه الجزيرة بالسودان بتصدير كل ده لأوروبا ودول الجوار العربي مش الدول العربية بس تخيل لما كل هذه الأزمة تصدر لأوروبا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية سلم لي على العالم بقى وبعات له ألف بوسة وبوسة بلا تشاو أيها العالم وبالمناسبة هم بر فاهمين ده لكن رفضين اللي اعتراف أحيانا طيب أصبحنا في هذا الحديث الذي يدار ما بين الرئيس وما بين وفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أعضاء الكونجرس الأمريكي أنه أصبحت هناك ضرورة حقيقية لحمية المدنيين ومنع استهدافهم واحد اثنين توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة مصر أي مبدورها بشكل الحقيقة مشرف مصر قالت هنوصل المساعدات وصلت المساعدات في استدامة لإيصال المساعدات أيوة في استدامة لإيصال المساعدات لحد اللحظة أنا أتكلم مع حضرتك فيها دلوقتي دي طيب مصر اتفاوضت كمان على سيدتين من المحتجزتين لدى كتاب القسام حصل خرجوا خرجوا وده مين اللي اتفاوض مصر دولتهم رفضت قل لي كده تصورتك لقوة مصر قد إيه ترجمة نانسي قنقر